نروح على آخر نوع من السيمبل إبيثيليم اللي هو اسمه سودو ستراتيفايد كولامنار إبيثيليم يعني ايه الكلمة دي؟ أولا النوع ده مهم جدا 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 في الإبيثيليم جدا كلمة سودو يعني فولس كاذب ستراتيفايد يعني ايه؟ يعني إبيثيليم ده الدقيحاء كاذب انه هو ستراتيفايد انه هو بيكون من كذا طبقه على الرغم ان كل الخلايا بتاعته قعدة على البازمينت ميمبرين طيب هو الإحاق ده جامنين عارفين يا شباب أحمد عدوية أحمد عدوية ده مغني شعبي مشهور جدا يعني عندنا في مصر لغنية مشهورة حتى انتم عارفين هل هي يا بنت السلطان حني على الغلبان دي المية بيديكي وأنا ماشي عطشان معروفة جدا أحمد عدوية ده لغنيتين ايه هما؟ لغنية الأوانية بيقولك زحمة يا دنيا زحمة زحمة والعطش رحمة زحمة والتاه والحبايب مولد وصحبه غايب طلعنا أيم الأغنية دي زحمة يا دنيا زحمة تمام؟ ولو أغنية تانية بتقولك ايه؟ الدنيا دي حبة فوق وحبة تحت تلعنا برضو بيها من ايه؟ الأغنية دي حبة فوق وحبة تحت هناخد الجملتين دول وانطبقهم على السودوستراتشفايت إبيثيليام بتاعنا اللي هما ايه؟ أولا زحمة يا دنيا زحمة يعني ايه؟ يعني الإبيثيليام ده بتبقى خلايا زحمة كراودد بيتكون من كراودد سيلز خلايا كتيرة زحمة مزنقة على بعض كل الخلايا بتاعته بتبقى قعدة على بيزمة ممبرين كلها تمام؟ لكن مش كلها وصلة للسطح بمعنى ايه؟ بمعنى أن أنا عندي في منها خلايا طويلة كولامنر عشان كده تسمى سودوستراتشفايت كولامنر دي بتوصل للسطح وفي خلايا تانية مسلسة وصيّرة ما بتقدرش إن هي توصل للسطح ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الخلايا دي زي ما قلنا قعدة جمّة بعض زحمة 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 فزنقت على بعض فلما زنقت على بعض ايه اللي حصل؟ جات الخلية تريانجل دي زنقت على الخلايا الطويلة كولامنر فعملت ايه في نيوكليز بتاعتها؟ زقتها على فوق وجات الخلايا الكولامنر زنقت على الخلايا المسلسة الصغيرة دي فزقت النيوكليز بتاعتها على تحت فبقى عندي ايه في النيوكلياي؟ بقى عندي حبة فوق وحبة تحت حبة فوق وحبة تحت فظهر لي طبقات اه؟ او ظهر لي نيوكلياي على مستويات مختلفة فاديتني ايحاء ان هي ها؟ على الرغم من ان كل الخلايا بتاعته قعد على البيزمنت ميمبرين فاذا هو سيمبل وليس استراتيفايت حشبه لك كده بايه بالزبط؟ عارف انت لو مثلا لك بقتوا بيز زحمة وانت مثلا طويل وجنبيك اتنين قصيرين كده جوم وزنقوا فيك فجوم زنقوا كده على رجلك ها؟ وبطنك فحستك ان معادتك طلعت ايه؟ على بقك فوق ولو العكس لو انت واحد قصير وجوم اتنين طوال زنقوا عليك فهتحسك ان راسك كده دفست نزلت على رجلك هي كده بالزبط اللي بيحصل الخلايا من كتر ما هي زحمة زنقت على بعض خلت شوية نيوكليات تلعه فوق وشوية نيوكليات تلعه تحت فديتني ايه حق كاذب ان هو ايه؟ اتفقنا؟ ما تنساش زحمة يا دنيا زحمة وحبة فوق وحبة تحت ببقى ان السودوستراتشفايد ايبثيليام ده ما هو الا كولامنر ايبثيليام فاذا انا برضو عندي فيه نوعين منه اول نوع اللي بقول عليه النان سيلياتت سودوستراتشفايد كولامنر ايبثيليام يعني ايه؟ يعني كولامنر ايبثيليام ما عليهوش سيليا وده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في الميل جينيتل تريكت في الجهاز التناسولي الزكري خاصة في جزء اسمه الايبديديمس او البربخ الايبديديمس ده شباب بيبقى متغطى بسودوستراتشفايد كولامنر ايبثيليام الايبديديمس ده وظفته ايه؟ وظفته ان هو مخزن للحيوانات المنوية الحيوانات المنوية بتيجي تتخزن فيه لحد ما ييجي معادي الايجاكيونيشا او قصف السائل المنوي طيب السودوستراتشفايد كولامنر ده بيعمل ايه لحيوانات المنوية ده؟ بيجي يفرس سائل يغزي الحيوانات المنوية دي مع الحيوانات المنوية القاعدة دي متخزنة عايزة تاكل مين هيغزيها؟ السودوستراتشفايد كولامنر ايبثيليام فاذا السودوستراتشفايد كولامنر هنا اتخصص في وظيفة سيكريشا لسائل بيغزي الحيوانات المنوية ومش كده وبس ده كمان بيكسبها القدرة على الحركة ليه؟ لأن الحيوانات المنوية بعد ما بتتكون في التستس أو في الخصية وبتروح على الإبيديديمس بتكون إيه؟ إموتايل يعني ليس عندها القدرة على الحركة بتتحرك بوسائل تانية حتى كنت أخذوها فهي لما بتقعد في الإبيديديمس بتكتسب القدرة على الحركة عن طريق هذا السائل المغزي طيب تعليه يعني نوعات تاني من السودوستراتفايد اللي اسمه سيلياتد السودوستراتفايد كولامنر إبيثيليام اللي هو بيكون موجود في معظم الريسبايراتوري سيستيم أي يعني إيه معظم الرسولاتوري سيستيم؟ إحنا مش خذنا بالكده نحوي صلاة الهوائية أو الالفلايدي ليند باي سيمبلي سكويمس آه يبقى إذا مش كل الرسولاتوري سيستيم ليند باي ها ال pseudostratified ولا لين دباي simple squamous لكن معظم الرispiratory system most of respiratory system لين دباي pseudostratified cillated columnar epithelium with goblet cell النشيد قومي للrespiratory system اول ما قولك الرispiratory system لين دباي ايه هتقول لي بالseudostratified cillated columnar epithelium with goblet cell اتسألت هذا السؤال في امتحان البكالوريوز بتاع الجراحة وقال لي اللينج epithelium بتاع الرispiratory system قلت له pseudostratified cillated columnar with goblet cell اولا ايه حكاية ال epithelium ده ال epithelium ده زي ما قلتلك بيغطي معظم الرispiratory system ابتداء من النوز لحد البرونكاي اي يعني ايه يعني بيغطي لك النوز الnezopharynx اللي هو البلعوم الانفي اللارنكس الحنجرة التركيا الكصب الهوائية البرونكاي الشعب الهوائية وستوب وقف لحد هنا تمام طيب ايه حكاية بقى جوبلة سل دي احنا اخدنا بلا كده يا شباب ان القاعدة اي سيليا بتحرك طبقة من الفليويد اللي فوقها الفليويد ده بتفرزه خلية اسمها جوبلة سل او الخلية الكأسية قعدة ما بين السودو stratified columnar epithelium الفليويد ده عبارة عن مخاط مخاط بيجي غطي سطح الخلايا دي فحضرتك لما تيجي تتنفس الهوى ده بيبقى داخل فيه طراب فالطراب ده يجي يلزق على المخاط فينبه حركة السيليا فتبتدي السيليا يحصل لها ايه يا شباب تبتدي السيليا زي ما انتم شايفين بص تتحرك تتحرك فلما تيجي تتحرك تحرك لك المخاط بالدست اللي لازق فيه اللي هو القور اللي انت شايفها دي فتترض لك الميوكس او المخاط بالدست ده برر الريسبيراتوري سيستيم على هيئة سبيوتام او بصاق او اللي هو بالبلد يقول عليه البلغم فبعد ما يضطرت بررسبيراتوري تريتك ايه اللي يحصل له حضرتك يا بتتفه برر يسمك خالص يأمتا بتبلعه ويروح على الديجيستف سيستيم او الجهاز الهضمي وينزل في الستول او البراز بتاعك اتفقنا شباب